السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب والطالبات على قناة عين في منهجنا أحياء واحد اليوم بإذن الله سوف نستكمل في حديثنا عن تنوع الطلائعيات تحدثنا في الدرس الأول عن الجزء الأول من تنوع الطلائعيات واليوم بإذن الله سوف نستكمل في حديثنا عن تنوع الطلائعيات دعونا ننطلق في دارسنا لهذا اليوم ونتعرف عليه بشكل أكبر لدينا هنا الطلاعيات الشبيهة بالنبات الطلاعيات ماذا الشبيهة بالنبات لدينا هنا الطحالب أو ما يسمى بالطحالب نلاحظ أن أقسام الطلاعيات الشبيهة بالنبات لدينا الدياتومات وأيضا الصوتيات الدوارة وأيضا اليوغلينات بالإضافة إلى الطحالب الدهبية والطحالب البنية والطحالب الخضراء والطحالب الحمراء إذن جميعها أقسام تنتمي إلى الطلاعيات الشبيهة بالنباتات وهي عبارة عن الطحالب كما نلاحظ من خلال هذا التوزيع دعونا نتعرف على أول نوع وهي الصوتيات الدوارة الصوتيات ماذا الدوارة؟ ما هي خصائص الصوتيات الدوارة؟ نجد أن أول خاصية من خصائص الصوتيات الدوارة بأنها وحيدة الخلية أي أن لها خلية واحدة فقط لها صوطان إحداهما عمودي على الآخر إحداهما عمودي ماذا على الآخر؟ ماذا ينتج عن ذلك؟ يساعدها على الحركة اللولوبية في الماء إذن لديها صوطان إحداهما عمودي على الآخر فبالتالي يساعدها على الحركة اللولوبية في الماء تنتمي إلى قسم الطحالب النارية إذن تنتمي إلى قسم الطحالب النارية جدارها الخلوي يتكون من مادة السليلوس يتكون مادة ماذا؟ السليلوس وذكرنا أن هذه المادة أيضا توجد في الجدار الخلوي للنبات توجد في الجدار الخلبي ماذا للنبات بعضها مضيئة حيويا أي أنها تشوع ضوءا من جسمها تغذيتها بعضا منها كما نلاحظ ذاتية التغذية أي أنها تصنع غذائها بنفسها والبعض الآخر غير ذاتي التغذية أي لا يصنع غذائه بنفسه ولكنه الآن يلجع عن طريق عملية التكافل أي يعيش معيشة ماذا تكافلية فهيكون هناك استفادة لكل الكائنين الحيئين أيضا لدينا هنا ظاهرة تسمى ظاهرة إزهار الطحالب ما هي ظاهرة إزهار الطحالب؟ تكاثر الصوتيات الدوارة بأعداد كبيرة جدا عندما تكون الظروف البيئية ماذا ملائمة إذن عندما تكون هذه الظروف ملائمة ومناسبة تتكاثر بأعداد ماذا كبيرة وهو ما يسمى بعملية إزهار الطحالب يصبح إزهار الطحالب ضارا عندما يقل الغذاء في الماء إذن قد يكون هناك ضرر نتيجة لهذه الظاهرة وهي ظاهرة إزهار الطحالب والذي يؤدي إلى موت هذه الصوتيات بأعداد كبيرة مكونة طبقة فوق سطح ماذا الماء عندما تتكون هذه الطبقة فوق سطح الماء فهي تمنع من وصول ماذا الأكسجين فهي تمنع ماذا الأكسجين عن المخلوقات الحية البحرية مما يؤدي إلى اختناقها ثم بعد ذلك موتها إذن ظاهرة إزهار الطحالب قد تكون مميتة للمخلوقات الحية التي تعيش في البحر لبعض الصوتيات الدوارة صبغت البناء الضوئي الحمراء وعندما تزهر فأنها تلوث مياه المحيط باللون ماذا الأحمر لماذا اللون الأحمر؟ لأنها تمتلك هذه الصبغة التي تستخدم في عملية ماذا البناء الضوئي ويسمى هذا الإزهار بالمد الأحمر ويسمى هذا الإزهار بالمد ماذا الأحمر وقد يشكل المد الأحمر تحديدا خطيرا للإنسان لماذا يشكل تحديد خطير للإنسان؟ لأن بعض أنواع الصوتيات تنتج سموما قاتلة تؤثر في الخلايا ماذا العصبية إذن أيضا الضرر قد يمتد إلى الإنسان ليس فقط الحيوانات أو الكائنات الحية التي تعيش في البحار هنا نلاحظ أن ظاهرة المد الأحمر التي تتكون بفعل الصوتيات الدوارة وتأثيرها على الإنسان كما نلاحظ هنا في هذه الصورة يحدث ذلك عندما يتغذى الإنسان على الصدفيات التي تتغذى بدورها بترشيح جزيئات الغذاء ومنها الصوتيات من الماء وهذا يؤدي إلى تراكم السموم الصوتيات في أنسجة ماذا الصدفيات ومن ثم تنتقل السموم إلى الإنسان أو المخلوقات الحية الأخرى مسببة المرض أو الموت لها إذن معنى ذلك قد يتغذى الإنسان على كائن حي مثل الصدفيات هذا الكائن الحي ترتكز فيه كميات كبيرة من هذه السموم فبالتالي تؤثر بشكل مباشر على الإنسان عندما يتغذى عليها هنا أيضا لدينا اليوغلينات نجد أن اليوغلينات مخلوقات حية وحيدة الخلية أي أنها تتكون من خلية واحدة تنتمي إلى شعبة الطحالب اليوغلينية أيضا تحتوي على البلاستيدات الخضراء البعض منها أو كما نلاحظ لا تحتوي على جدار خلوي يوجد بدل هذا الجدار الخلوي أو يعوض غياب الجدار الخلوي وجود ماذا القشيرة التغذية، آلية التغذية في اليوغلينات نجد بأن بعضها ذات التغذية أي يستطيع أن يصنع غذائه بنفسه والبعض الآخر غير ذاتي التغذية فهي تلتهم غذائها أو تتطفل على الحيوانات مثل أو مثال على ذلك اليوغلينا تعد عملية تصنيف اليوغلينا تحديا لماذا يصعب عملية تصنيف اليوغلينا؟ لأن لها صفات كل من النباتات والحيوانات معا أي إذن تشترك في خصائص مشتركة من الحيوان والنبات تمتلك خصائص مشتركة من الحيوان والنبات فذكرنا قبل قليل إذن بما أنها قادرة على قيام البناء الضوي إذن الآن هذه الصفة تشترك فيما بينها وبين ماذا النبات وأيضا ذكرنا أن تلتهم غذائها إذن هذه الصفة مشتركة بينها وبين ماذا الحيوان نلاحظ أن صفات النباتات تحتوي بلسيات خضراء وتقوم بالبناء الضوي أما صفات الحيوانات كم نلاحظ التغذية غير ذاتية عند أدم توفر الضوء وأيضا ليس لاحج جدار ماذا خلوي كما نعلم أن الخلية الحيوانية لا تمتلك الجدار الخلوي بعكس الخلية النباتية التي تمتلك الجدار الخلوي يتكوى من مادة السليلوس هنا نلاحظ تركيب اليوغلينا ما هو تركيب اليوغلينا؟ ما هي تركيب اليوغلينا؟ نلاحظ أول تركيب في اليوغلينا هي القشيرة نلاحظ أن القشيرة كم نلاحظ هنا تحيط بالخلية بدلا من الجدار ماذا الخلوي أي تشبه البراميسيوم التركيب الآخر أيضا في اليوغلينا وهي الأصوات كم نلاحظ هنا تستخدم لعملية ماذا الحركة أيضا التركيب الثالث في اليوغلينا البقعة العينية كم نلاحظ هنا توجه أو أهميتها أو وظيفتها توجه اليوغلينا نحو الضوء للقيام بعملية ماذا؟ البناء الضوئي إذن التركيب المسؤول أو العضية المسؤولة عن توجيه اليوغلينا نحو الضوء للقيام بالبناء الضوئي هي البقعة العينية أيضا التركيب الرابع الفجوة المنقبضة ما هي وظيفتها؟ تستخدم للتخلص من الماء الزائد والحفاظ على الاتزان ماذا؟ الداخلي هنا طبعا بعض أو هنا فيديو لبعض اليوغلينات كما نلاحظ من خلال هذا الفيديو وألية حركة اليوغلينات من خلال هذا الفيديو الطحالب الذهبية ما هي خصائص هذا النوع من الطحالب؟ أولا كما نلاحظ وحيدة الخلية وحيدة ماذا؟ الخلية أي تكون عبارة عن خلية واحدة البعض منها يكون مستعمرات يكون ماذا؟ مستعمرات ما هي المستعمرات؟ ماذا نقصد بمستعمرات؟ هي عبارة عن مجموعة من خلايا متصلة ومرتبط بعضها مع بعض إذن هذا هو تعريف ماذا؟ المستعمرات مجموعة من خلايا متصلة ومرتبط بعضها مع بعض تحتوي على الكلوروفيل وأيضا صبغة الكاروتين إذن نلاحظ هنا في الطحالب الذهبية تحتوي على الكلوروفيل وأيضا صبغة ماذا؟ الكاروتين أيضا تتغذى الطحالب الذهبية عن طريق أن تكون ذاتية التغذية نلاحظ أن معظم الطحالب الذهبية ذاتية ماذا؟ التغذية ماذا نقصد بذاتية التغذية؟ أي الكائنات الحية التي تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها مثل طبعا أشهر مثال النبات البعض الآخر من الطحالب الذهبية غير ذاتية التغذية إذن كيف تحصل على غذائها؟ عن طريق الالتهام أو امتصاص ماذا؟ الغذاء التكاثر كيف تتم عملية التكاثر في الطحالب الذهبية؟ غالبا لا جنسي ونادرا جنسي إذن معنى ذلك أن أغلب الطحالب الذهبية أفرادها تتكاثر عن طريق التكاثر اللاجنسي والقليل منها فقط يتكاثر ماذا؟ جنسيا هنا أيضا كما نلاحظ الطحالب البنية الذهبية وهنا الطحالب الخضراء المصفرة أيضا لدينا الطحالب البنية كما نلاحظ من خصائص الطحالب البنية لنتكون ماذا؟ عديدة الخلايا أي أنها تتكون من مجموعة من الخلايا أو أكثر من خلية تعد من أكبر الطحالب الشبيهة بالنباتات إذن الطحالب البنية تعد من أكبر الطحالب الشبيهة ماذا؟ بالنباتات تحتوي أيضا على الكلوروفيل بالإضافة إلى صبغة الكاروتين التي تسمى الفيكوزانثين مثال عشب البحر هنا لدينا عشب البحر نتعرف على تركيب عشب البحر أولا المثبت ما هو المثبت؟ يشبه الجذر ويعمل على تثبيت الطحالب إذن نلاحظ هنا من خلال هذه الصورة أول تركيب لدينا هو المثبت يشبه الجذر ويعمل على تثبيت ماذا؟ الطحالب التركيب الثاني الآخر السويقة ما هي وظيفة السويقة كما نلاحظ هنا من خلال هذه الصورة؟ هو الجزء الذي يشبه الساق نلاحظ صغرناه بسويقة ولكنه هو الجزء الذي يشبه ماذا؟ الساق كما نلاحظ هنا يوجد في تركيب عشب البحر أيضا تركيب الثالث الشفرات كما نلاحظ هنا لدينا الشفرات هي الأجزاء المسطحة من الطحالب إذن الشفرات ما هي؟ هي الأجزاء المسطحة ماذا من الطحالب أيضا لدينا تركيب مهم جدا في عشب البحر ما يسمى بالمثانة الهوائية ما هي المثانة الهوائية؟ تساعد الطحالب على الطفو بالقرب من سطح ماذا؟ الماء إذن ما هي وظيفة المثانة الهوائية؟ تساعد الطحالب على الطفو بالقرب من سطح ماذا؟ الماء عندما تمتلع بالهواء للحصول على الضوء اللازم للبناء الضوئي إذن ما هي المثانة الهوائية؟ تساعد الطحالب على الطفو بالقرب من سطح الماء عندما تكون هذه المثانة مليئة ماذا؟ بالهواء إذن ما هي أهميتها ما هي أهمية هذا الطفو للحصول على الضوء اللازم للقيام بعملية البناء ماذا الضوي ونستنتج من ذلك بأنها ذاتية ماذا التغذية هنا أيضا لدينا الطحالب الخضراء خصائص الطحالب الخضراء أولا وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا أو على شكل ماذا مستعمرات ماذا نستنتج من ذلك أن الطحالب الخضراء مختلفة فيما بينها من حيث تركيبها فالبعض منها وحيدة الخلية والبعض الآخر عديدة الخلايا والبعض الآخر يكون أو يكون على شكل ماذا مستعمرات أيضا تحتوي على بلاستيدات ماذا خضراء تحتوي على بلاستيدات ماذا خضراء وأيضا تحتوي على جدار خلوي مكون من مادة السليلوس مكون مادة ماذا السليلوس أيضا نجد أن تخزن غذائها على شكل كاربو حيدرات إذن طريقة تخزين الغذاء في الطحالب الخضراء يكون على شكل ماذا كاربو حيدرات أيضا المعيشة كيف تعيش الطحالب الخضراء يعيش معظمها في المياه العذبة وبعضها في المياه ماذا المالحة النمو يكون النمو بأنماط ماذا مختلفة هنا لدينا بعض الأمثلة على الطحالب الخضراء أول مثال تحلب الأخضر يسمى الدسميد ما هو الدسميد؟ يمثل النمط وحيد الخلية الذي يتكون من جزئين متماثلين متصلين بجسر أيضا المثال الآخر سبيرو غيرا يمثل النمط العديد الخلايا الخيطي والمثال الثالث على الطحالب الخضراء ما يسمى بالفولفكس وهو يمثل النمط الثالث وهو على هيئة ماذا مستعمرات إذن لدينا هناك ثلاثة أمثلة مشهورة عن الطحالب الخضراء الدسميد يكون وحيد الخلية وأيضا سبيرو غيرا يكون عديد الخلايا والفولفكس يكون على هيئة مستعمرات هنا صور للطحالب الخضراء الذي تعرفنا عليها قبل قليل هنا لدينا الدسميد وأيضا سبيرو غيرا وأيضا الفولفكس كما نلاحظ من خلال هذه الصور الطحالب الحمراء ما هي خصائص هذا النوع من الطحالب الطحالب الحمراء نجد أن أول خاصية من خصائص الطحالب الحمراء عديدة الخلايا أي تتكون من مجموعة من ماذا من الخلايا إذن من حيث الخلايا تكون الطحالب الحمراء عديدة أيضا تحتوي الطحالب الحمراء على الكلوروفيل بالإضافة إلى صبغة أخرى تسمى الفيكوبلين ما هو الفيكوبلين؟ هي التي تكسبها اللون الأحمر وأيضا تمتص الضوء في أعماق الماء 100 متر أو أكثر إذن الصبغة التي تحتويها الطحالب الحمراء تحتوي على الكلوروفيل زايدا صبغة الفيكوبلين أيضا الجدار الخلوي للطحالب الحمراء يحتوي على السليلوز كما نلاحظ جدار الخلوي السليلوزي يحتوي أيضا على تركيب مهم جدا يسمى كربونات الكاليسيوم وبالتالي تسهم في تكوين الشعب المرجنية إذن نلاحظ هنا من خلال هذه الخاصية المهمة جدا أن الطحالب الحمراء لها إسهام ولها دور بارز جدا في تكوين الشعب المرجنية مثل الكورالين هنا لدينا مجموعة من استعمالات الطحالب هل الطحالب لها استعمالات أو لها استخدامات؟ نعم هذا الجدول يوضح بعض استخدامات الطحالب نبدأ بأول نوع وهي الطحالب الحمراء هناك النوري وهو نوع من أنواع الطحالب الحمراء التي تجفف وتضغط على شكل صفائح طبعا لتستخدم فيه الحساء أو الشوربة والتوابل ويحضر الأجار المستخدم في المختبرات من بعض أنواع هذه الطحالب كما يستخدم الأجار في حشو الفطير وحفظ اللحوم والسمك في المعلبات وأيضا يستخرج منها الكارا جنين الذي يستخدم في تذخين قوام الكريمة وبعض المشروبات والشامبو أيضا استعمالات الطحالب البنية تستخدم الطحالب البنية في الحفاظ على قوام الأشتريب المركزة والآيس كريم والدهانات ويؤكل صنف اللامينيريا مع اللحوم والسمك في الحساء الطحالب الخضراء من أنواعها خس البحر ويستخدم هذا النوع طبعا في الصلطة والحساء والمقبلات وأيضا يقدم مع اللحوم والسمك أيضا النوع الآخر من استعمالات الطحالب الدياتومات تستخدم الدياتومات في عملية الترشيح والتصفية وصناعة الكيمويات وزيوت الصناعية وزيوت الطبخ والسكر وفصل الفضلات وتستخدم أيضا كمواد حافظة إذن نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الطحالب لها استعمالات مهمة جدا وأيضا مختلفة فيما بينها هنا لدينا بعض أو مقارنة ما بين الدياتومات والطحالب الخضراء نبدأ في الدياتومات نجد أنها وحيدة الخلية أما الطحالب الخضراء وحيدة وقد تكون أيضا بعض منها عديد الخلايا أيضا الدياتومات تمتلك صبغة الكلوروفيل بالإضافة إلى الكاروتين أما الطحالب الخضراء تمتلك فقط صبغة الكلوروفيل وأيضا في الدياتومات تخزن الغذاء على شكل زيوت وهي خاصية مهمة جدا أن الدياتومات تخزن الغذاء على شكل زيوت أما الطحالب الخضراء تخزن الغذاء على شكل كاربوهيدرات الدياتومات جدارها مكون من مادة السلكة مكون مادة مادة السلكة أما الطحالب الخضراء جدارها مكون من السليلوس هنا بعض الخصائص المشتركة ما بين الدياتومات والطحالب الخضراء نجد أن كلاهما حقيقي النوى أيضا ينتميان إلى مملكة الطلاعيات بالإضافة أنهم عبارة عن طحالب وأيضا كلاهما ذات التغذية دورة حياة الطحالب نلاحظ هنا تكاثرها أولا تكاثر جنسي النوع الثاني تكاثر ماذا لا جنسي كيف تتم عمل التكاثر لا جنسي بالتجزء وحيث تتجزء هذه الطحالب العديدة الخلايا إلى أجزاء منفصلة كل جزء ينمو لاحقا ليكون طحلب ماذا جديد تتضمن دورة الحياة في الطحالب ظاهرة تعاقب ماذا الأجيال أو تبادل الأجيال ما هي هذه الظاهرة دعونا نتعرف عليها بشكل أكثر هي دورة الحياة التكاثرية التي يتم فيها التبادل بين جيل النبات البوغي 2N ثنائي العدد الكروموسومي وبين جيل النبات المشيجي 1N أحادي العدد الكروموسومي إذن ما هو ثنائي وأحادي العدد الكروموسومي؟ عندما يكون لدينا كروموسوم واحد هنا نرمزه بالرمز 1N أي أنه أحادي لعدد الكروموسومي أما عندما يكون هناك عدد كروموسومي ثناعي نرمزه بالرمز 2N هنا أيضا نوضح بشكل أكبر عملية تعاقب الأجيال في الطحالب هنا لدينا الطور المشيجي هنا لدينا أيضا الأمشاج المؤنثة والمذكرة ثم بعد ذلك تحدث هنا عملية الإخصاب فيكون هنا الطور البوغي 2N نلاحظ أن الطور المشيجي 1N ماذا يحدث؟ انقسام منصف ثم بعد ذلك أبواغ 1N ثم يكون عندي الطور المشيجي بهذا الشكل هنا نلاحظ كما نلاحظ ظاهرة تعاقب الأجيال لدينا الجيل البوغي 2N ينتج أبواغ كما نلاحظ أبواغ نامية هنا هنا لدينا نبات مشيجي مذكر وهنا نبات مشيجي ماذا؟ مؤنث هنا لدينا وحادي المجموعة الكروموسومية كما نلاحظ ينتج جامية ذكري كما نلاحظ تحدث عملية تلقيح أي يكون عندي اندماج ما بين 1N و 1N فيصبح ماذا؟ 2N فيتكون لدينا الزايقوت أو اللاقحة ثم تنمو وتكون بهذا الشكل الطلاعيات الشبيهة بالفطريات لدينا الفطريات الغروية التغذية كيف تتغذى هذا النوع من الطلاعيات الشبيهة بالفطريات؟ تغذيتها يكون أو تكون طريقة التغذية غير ذاتية حيث تمتص المواد المتحللة من الجدار الخلوي وتتكاثر بالأبواغ وبهذه الطريقة وبهذه الخصائص تشبه ماذا؟ تشبه الفطريات تشبه ماذا؟ الفطريات الجدار الخلوي يحتوي على السليلوز على خلاف الفطريات الذي يحتوي على مادة الكايتين لها ألوان مختلفة الأصفر الأحمر والأزرق والبرتقالي تعيش في الأماكن الرطبة المضللة لوفرة المواد العضوية كأكوام أوراق الشجر والجدوع تنقسم إلى مجموعتين الفطريات الخلوية والفطريات ماذا؟ اللا خلوية هنا لدينا أيضا الفطر المائي والبياض الزغبي نجد أن مكان المعيشة في الماء وأيضا الأماكن الرطبة أما التغذية تحصل على غذائها من مخلوقات أخرى أو تمتصه من الماء أو التربة تشبه الفطريات في طريقة حصولها على الغذاء ولكنها تختلف عنها في تركيب جدارها الخلوي كما أنها تكون خلايا تكاثرية صوتية تختلف عما تكونه الفطريات من أضرار البياض الزغبي أنه يدمر محصول البطاطس هنا أيضا صور للفطر هنا نلاحظ بطاطس سليمة وبطاطس مصابة بهذا الفطر ما الفرق بين الكايتين والكاروتين والكيراتين؟ الكايتين هو نوع من الكاربوهايدرات المعقدة يوجد في الهيكل الخارجي للحشرات والسرطانات والفطريات أما الكاروتين هي صبغة ثانوية تكسب الطحالب لونها أيضا الكيراتين نوع من أنواع البروتين يدخل في تركيب الزوائد الجسمية مثل الهديبات هنا لدينا مقارنة في الطلاعيات الشبيهة بالنباتات نلاحظ لدينا أول نوع ديتومات وحيد الخلية الجدار الخلوي من السليكا والصبغة هي الكاروتين الصوتيات الدوارة وحيدة الخلية الجدار الخلوي عبارة عن السليلوز وأيضا هنا الصبغة تحتوي على الكلوروفيل اليوغلينات عديد الخلايا وحيدة الخلية الجدار الخلوي لا يوجد والصبغة الكلوروفيل الطحالب الذهبية وحيدة الخلية وأيضا جدارها الخلوي تكون مادة السليلوز والصبغة أيضا تمتلك صبغة الكاروتين الطحالب البنية عديدة الخلايا جدارها الخلوي مكون مادة السليلوز وتمتلك صبغة الفيكوزنثين الطحالب الخضراء قد تكون وحيدة والبعض منها عديدة وتمتلك جدار الخلوي مكون مادة السليلوز وتحتوي على صبغة الكلوروفيل أما الطحالب الحمراء هي عديدة الخلايا والجدار الخلوي مكون من مادة السليلوز أو كربونات الكاليسيوم وأيضا تمتلك صبغة الفيكو أبلين وهنا طبعا نصل إلى تقويم درسنا لهذا اليوم السؤال الأول يتركب الجدار الخلوي في الفطريات الغروية من الكاروتين الكايتين السليلوز أم السليكة إذن الإجابة الصحيحة هي مادة السليلوز يفضل بياض الزغة ببيئة الصخور الرمل الجاف التربة الرطبة المحيط إذن الإجابة الصحيحة هي التربة الرطبة أو البيئات الرطبة وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح